مشاهدين أهلا بكم من جديد إلى نشرة أحوال الضقس من قناة الشروق النوضعية الجوية الخاصة بظاهرات اليوم نلاحظوا أن السماء راي ملبد على ما دم المناطق الشمالية للوطن خاصة في أواخر النهار وحتى بداية الليل ونها حتكون على المناطق الداخلية الوسطى وحتى الشرقية غائمة ومع أمطار متبوعة وكل متبوعة بأمطار راديها هذا خاصة على هذه المناطق الوسطى وحتى الشرقية بعض الصحاب العبرة لكن بدون فعالية تخص شمال الوحات وحتى الجنوب الشرقي لكن سفاء يبقى يهم شمال الصحراء المنطقة الصورة الجنوب الغربي الصحراء الوسطى وحتى أقصى الجنوب مع زوابع عملية تبقى دائما تنشط على الصحراء الوسطى درجات الحرارة لدهيرة اليوم ما شاء الله حين سجلوا 25 درجة على كل من الطرف العنابة وحتى سكيك داواجيجة 27 درجة على كل من قسنطينا ميلو بورج بورريج 28 إلى 29 درجة على مدن الهضاء بالعليا 24 درجة على السواحل الوسطى نفس المقياس أيضا على السواحل الغربية 30 درجة حين سجل على كل من غليزان وحتى تلمسان 34 إلى 38 درجة على كل من بشار باتجاه غردايا وصولا إلى الواد وحتى حسيم سعود 42 كأهلا مقياس على كل من عنام الناس وأقصى الجنوب كعينغ زام بورج بجموغتار تنزاواطن وحتى تمياوين 38 درجة في تندوف 41 درجة على كل من رقان وعي صلاح و34 إلى 38 درجة على مرتفعات الهوغار والتصلي فيما يخص الملاحة والصيد البحري اللي نهى اليوم إن شاء الله البحر سيكون قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب هذا على طول السواحل الجزائرية باتجاه الرياح إن شاء الله سيكون غربي تماما قواته ستتروح ما بين 20 حتى 30 كم في ساعة نختم مشاهدين النشرة الجوية بغروب الشمس على الجزائر العاصمة ودواحيها لنهى اليوم السبت 24 ماي 2014 الغروب حيكونها لساعة سبعة وخمسين دقيقة المعلومات الإلكترونية دايما في خدمتكم 24 ساعة إلى 24 فيما يخص الجو وحتى البيئة نهاركم سعين مشاهدين في عملي